حجور ورقة التوت الأخيرة التي ما إن انتزعت حتى بدت سوءة الحوثي خمسون يوما من الاستبسال أمام آلة الموت جيشت الميليشيات جلاوزتها ووصل الحال بها للزج بالموظفين المدنيين إلى الجبهة التي استعصت على عبد الملك الحوثي وميليشياته خسر الحوثي في هذه الجبهة الصماء كافة الرهانات على القوة ودخل أكثر من مرة إلى مسارات لم يسلكها من قبل بدءا بالقبائل وانتهاءا بتجيش المغرر بهم إلى حجور تحت مسميات جبهات الحدود خمسون يوما وما تزال حجور جبلية الطبيعة قلعة صماء أمام سعي الميليشيات الحوثية استعادة ما خسرته من مواقع محيطة بها خمسون يوما وحجور تقول للحوثي أن لا مكان له بين أهلها خمسون يوما وأهل حجور يسومون الحوثي وميليشياتي سوء العذاب وحين عجز الحوثي بصواريخه الباليستية استعادة ما فقده من مراطق في محيط حجور حاول أن يصدر بيانا لبث الرعب ومحاولة إعادة معنويات ميليشياته المنهارة التي فقدتها لخمسين يوما أمام أبواب حجور قابل البيان الحوثي بيان صادر عن قبائل وأعيان ومقاتل حجور الذين أكدوا فيه بالقول نبشر الجميع أن أبطالنا سيسقطون رهان الحوثي وميليشياته ولن ترهبنا صواريخه الباليستية ولا حشوده وخير الكلام ما قل ودل ستظل حجور ثورة قبلية عارمة أمام الميليشيات التي فشلت على مدى خمسين يوما في تركيع أبناء قبائل أبوا إلا الصمود وإرواء أرضهم بدم طاهر متخلصين من دنس الحوث الغاصب ومتحدين آلة إرهاب المدنيين الحوثية التي ما تركت منزلا إلا واستهدفت وما تركت سلاحا إلا واستخدمت بل وصل الحال بهم إلى محاولة جعل حجور منطقة عسكرية محروقة وأمام هذا الصرف والإصرار الحوثية ما تزال حجور هي تلك القلعة الصماء التي عرت رهان الحوثي على القوة وقالت بعلو الصوت في زمن الخنوع نحن هنا في مترس الجمهورية